نتابع عن كثب التطورات في عدن هكذا تقول الأمم المتحدة في أول تعليق لها على الانقلاب الذي نفذته ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وأبدت المنظمة الدولية قلقها الذي وصفته بالعميقة إزاء نتائج العنف التي لحقت بالمدنيين الذين قتل منهم نحو أربعين شخصا ووصيب مئتان وستون آخرون وفق إحصائية المنظمة الدولية ودعت الأمم المتحدة ما تسميه كالعادة الأطراف المعنية بضبط النفس وكان من اللافت أن المنظمة لم تشر إلى الانقلاب ولم توجه أي إدانة له لكنها ركزت على نتائجه السياسية حيث رحبت في بيانها بدعوة السعودية إلى عقد حوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي مؤكدة على أن الحوار هو الحل الأساسي لحل الخلافات ومع أن المنظمة الدولية قالت بأنها تركز على البقاء بعدا لتقديم الخدمات الأساسية إلا أنها عمليا بدأت بسحب بعض موظفيها من المدينة وهو ما يضع علامات السفهام حول تناقض تصريحاتها مع وقائع الأرض وهي الوقائع التي ركز عليها تقريرا حديث أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت فيه إن المواجهات بعدا عطلت قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات وظل نحو مئتي ألف مواطن بدون ما بينما بقي كثير من الجرحى عالقين لعدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الصحية تداعيات الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي لا تزال مستمرة وتلقي بظلالها على اليمن كله وفق الصليب الأحمر الذي أكد بأن ما حدث في عدم يحدث كل يوم في جميع أنحاء اليمن البلد الذي يعاني من تدهر الاقتصاد وانعدام الأمن الغذائي وانهيار الخدمات العامة